موسيقى عد عليها أكتر من عشرين وفي بعض المباريات عد عليها أكتر من تلاتين سنة ستة وتمانين مثلاً لو تفتكروا مباراة قبل نهاية الكاس شباب الأهلي في مواجهة عتاولة الزمالك المباراة الشهيرة جداً والحقيقة يمكن عملنا مبارح إنجاز زيها بس على مستوى آخر على مستوى عالمي مبارح رجالة الأهلي أجادوا عشان يأكدوا مرة تانية إنه الأهلي بمن حضر ده مش مجرد شعار وإن 11 رجل في الملعب ده مش مجرد هتاف وإنه روح الفانيلا الخمرة أينما حضرت يكون إزهال ونتيجة مفاجأة للعالم كله العالم كله الحقيقة بيحتفل بإنجاز النادي الأهلي ردود الأفعال الحقيقة على كتير من الناس توقعت إنه يكون فيه انهيار للنادي الأهلي في مباراة مبارح وكتير من المتربصين اللي كانوا منتظرين سقوط مدوي للنادي الأهلي في مباراة مبارح رجالة الأهلي خزلوهم مش بس سكتوا أي حد كان بينتقد أو أي حد كان متربص لكن الحقيقة أجبروا الجميع على احترامهم الأداء الرجولي وخلي بالحضراتكم وأنا هكلمكم بمنتهى الصراحة أنا قبل المتش ده كنت حاطت إيدي على قلبي لأسباب كتيرة جدا مش بس عشان الأهلي بيغيب عنه عشر لعيبة دولية عدة دوليين في الأهلي برسيتاو دولي جنوب أفريقيا بدر بنون دولي المغرب لعيبة منتخب مصر أكرم توفيق محمد الشناوي أيمن أشرف عمر السلية حمدي فاتحي محمد شريف بالإضافة القيمة طويلة جدا من الإصابات واللي زاد الطيم بلا إنه عمار اللي كنت حاسس إنه ممكن يكون لي دور ويسنت خط النص كمان تصاب قبل المباراة ومحمد عبد المنعم طبعا عشان ما ننساش حسام حسن صلاح محسن محمد محمود وغيرهم فرقتين مش فرقة واحدة فرقة بالإحتياط بتاعها غايبة عن الفريق فطبيع جدا كتير من الأهلوية وأنا منهم بصراح كنت حاطت إيدي على قلب بيبقول يا رب بس الرجالة يعملوا ماتش يشرفون فيه مش عايزين حاجة تانية يعملوا اللي عليهم وكفى وإن شاء الله بإذن الله قادرين نعوض في البطولة اللي جاية لكن اللي شفتم بارح تسعين دقيقة ولا أجمل ولا أروع بالعكس كان ممكن نتيجة تزيد اللي زود من حلاوة إنجاز مبارح إنجاز منتخبنا الوطني بالوصول لنهاية أفريقيا